السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الاول والتاني السنة والسادة اولياء الامور الكرام اهلا بكم في فيديو النهاردة كنا مشتقين جدا 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 للمؤتمر الصحفي العقده السيد وزير التربية والتعليم طبعا بخصوص اخر مستجدات على الساحة وطبعا كنا عشمانين جامد جامد ان احنا هنسمع قرارات اكثر اهمية من اللي احنا سمعناها وابنائنا وابنتنا في التعليم الاعدادي واللي بتراقي برضو كنا متعاشمين جدا 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 ان هو يقللنا جزء من المنهج لان فعلا المناهج في شهر ابريل طويلة جدا 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 بصراحة على مستوى كل المواد زي ما قلنا قبل كده لكن الحمد لله قدر الله ومشاء فعلا مش عارفين بكرا ايه اللي ممكن يحصل ربما بعد كام يوم كده يطلع سيد الوزير باخبار جديدة الله اعلم انما الحمد لله قدر الله ومشاء فعل الحمد لله بعض التوقعات بتاعتنا جات في محلها مية في المية كنا عملنا فيديو قبل كده احسيبه لكم يا جماعة في علامة الاي اللي فوق ديت او في الفيديوهات المقترحة برضو ان شاء الله بحيث برضو تشوفوه محتوى الفيديو كان بيقول بان ان شاء الله ان شاء الله هيتم الغاء البابل شيت مليون في المية وبالفعل بفضل الله سبحانه وتعالى الوزير تراجع عن قراره وبالفعل لغى البابل شيت تماما تماما لان في عوار وفي طبعا مشاكل بالنسبة للطلبة لكن برضو اتلاقينا في مشاكل تانية جدد وهي ان اه يعني تم استبدال البابل شيت يعني بان الطالب هيمتحن في نفس الورقة انما المشكلة في عنصر الطايم عنصر الوقت يا جماعة قليل بالنسبة للطالب لم يحل 45 نقطة في ساعة واحدة بس 3 مواد صعبة جدا برضو على الطالب يعني كده هيتطر ان هو يحل عشوائي كده سريع سريع وده طبعا هيضر بيه بمصلحته انما يا جماعة نقول الحمد لله على كل حال سياجع الله بعد عسر يسرى زي ما احنا ما بنقول وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان مع العسر يسرى فما نعرفش الخير فين وربنا سبحانه وتعالى يكتب لينا والابناءنا ان شاء الله الخير وربنا يسألهم الامور باذن الله دلوقتي يا جماعة هنعرض لحضراتكم الخلاصة بتاعة المؤتمر او الكلام اللي قاله سيد الوزير النهاردة مساء اليوم الاحد الرابع من ابريل 2021 الخلاص يا جماعة ان اول حاجة بقى ان الامتحانات هتكون في نفس الورقة مش في بابلشيت زي ما احنا ديس قايلين ثانيا ما فيش كتب خالص الطالب يخش بيها زي ما قولنا قبل كده ولكن في ورقة بس واحدة هيخش بيها الطالب الورقة دي بتحتوي على المفاهيم لكل مادة طيب برضو البند الثالث ان الامتحان مجمع تلات مواد كل مادة خمستاشر سؤال في ساعة يعني تلات مواد في خمستاشر سؤال بخمسة واربعين سؤال في زمن مدت وساعة بصراحة ربنا يكون فعون ولادنا بصراحة يعني بصراحة ربنا يقويكم ويقويكم ربنا معاكم بصراحة يعني ويقويكم في الفترة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي بند اخر يا جماعة هو ان الطلبة اللي ما رحوش ما تقدموش الامتحان الترم الاول خالص نهاء نهائي ما تقدموش الامتحان نهائيا وكانوا عاديين في البيت ما دخلوش المدرسة ما قدوش الامتحان خالص دول هيمتحنوا تاني لازم ييمتحنوا حاجة اسمها امتحان تكميلي الامتحان التكميلي دوت لازم هيمتحنوه طبعا بديل عند الامتحان اللي هم ما دخلوش قبل كده انما الطالب اللي دخل قبل كده وحصل مشاكل تقنية غزبا عنه وخرج عن ارادته هم حاجة هو حضر وخلاص وسبب حضور وخلاص ده كده ما عدي الحمد لله وكيه الامتحان التكميلي هيجرى قبل الامتحان بتاع شهر ابريل دوت اللي وصل لنا ان شاء الله الحمد لله بعلمين طيب اخر باندي بقى ان الطلبة اللي امتحنوا او راحوا وما قدروش يدخلوا ناجح ايا كانت ناتجته اسف يا جماعة ان اللي امتحن كله جميع الطلبة اللي امتحنت او اللي راحت وما قدرتش تحل وما قدرتش تكتاز ده كده اعتبر ناجح 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 مفيش فيها اي كلام طبعا ده كان ملخص كل الحوار اللي احنا كنا منتظرين سياد الوزير يقول كلام اكتر منه في صالح ولادنا وبناتنا لكن الحمد لله على كل حال ربنا وفاكم وربنا عينكم بس رجاءنا يا شباب الاشراك بالقناة لما كنتوش لسه اشراكتوا فيها نسعد دائما بكم على قناتنا وياريت نفعل جرس حتى يصلكم منا كل جديد فعلوه على الكل وياريت ما ننساش عمل لايك للفيديو وفي الختام بنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة